والآن نقف على الأسباب التي دفعت المدرسة الاستشراقية إلى هذا الصنيع وكيف أنها خدمت الاستعمار بتلك الأخطاء المنهجية التي وقعوا فيها من بين هذه الأخطاء المنهجية إيمانهم بالأفكار المسبقة عن الإسلام لقد كان الواحد منهم يبدأ أبحاثه عن الإسلام بهذا الحب وهو أن الإسلام دين باطل لا يمكن أن يلتزم به وهو مخالف لمنهج البحث العلمي الصحيح إنها طريقة سلبية لا تشرف العلم وهذا ما يؤكده المستشرق الفرنسي المنصف موريس بوكاي حيث يأكد يقول كنت أتعلم عندما كنت شابا أن محمدا هو الذي ألف القرآن وقد قيل لي مرارا وتكرارا إن مؤلف القرآن قد جمع ببساطة قصصا من التوراة والإنجيل بشكل مختلف قليلا ويقول أيضا إنه ظل فترة على هذا الاعتقاد حتى درس الإسلام بنفسه فاكتشف زيف وتضليل هؤلاء المستشرقين كما كان من أخطاء المنهجية التي وقع فيها المستشرقون أنهم اعتمدوا على مصادر مدسوسة على الإسلام مليئة بالإسرائيليات والغرائب والخرافات ومن خلال ذلك يولدون ما يشاءون من النصوص التي يتصيدونها من مصادر تعجبهم باعتبارها غايتهم كما كان من مناهج المستشرقين جهل معظمهم باللغة العربية إنهم اتخذوا من ذلك وسيلة إلى دس الأفكار الغربية عن الإسلام كما كان من بين أخطائهم المنهجية أنهم اعتبروا أن المسلمين هم الإسلام وهذا خطأ جسيم يقع فيه الباحثون والآن ما النتيجة الحقيقية التي أسقطت المستشرقين في هذا المستنقع لقد وقعوا في هذه الأخطاء وكان معظم آرائهم عن الإسلام ضلال في ضلال حيث درسوا القرآن على أنه من عند محمد كما درسوا السنة على أنها من الصحابة والتابعين كما درسوا الشريع والفقه الإسلامي على أنه مأخوذ من الفقه الروماني وهكذا حتى درسوا الفلسفة الإسلامية على أنها فلسفة يونانية منقولة بلغة العرب وكذا درسوا اللغة العربية على أنها لغة ميتة لا تساير الحياة والتطور وهل منهج الاستشراق بهذه الكيفية يخشى من خلاله على الإسلام والمسشرقين؟ الجواب كلا ترجمة نانسي قنقر